السلام وعليكم الدراري. كتمنى تكونوا باخير. صحة دلكم زيانة. كل شي هو هاداك. اللاعب الدولي تونسي السابق العربي جابر. خرج بتصريح التاريخ. قال اصرف حاكيمي. وقال كلام على حاكيم زيش ايضا. المهم الخوطنا بتداوه بالتفاصيل وبودون مقدمه. بعد ما قادل حاكيمي المتقب الوطني المغربي للربع النائي. ولا غاد يواجه فيه مصر. خرج الدولي السابق تونسي. هذه الكلمات عبر مروره على قناة تاسعة تونسية هذه الكلمات. حاكيمي يجب ان يأخذ فرصته في تسديد الراكلة الحرة في باري سان جرمان مع ماسي ونايمار. بصراحة الضربات الحرة التي سجلها حاكيمي في الكان احسن اللاعبين في العالم لينجحوا في تجيلها. انه يتوفر على امكانيات كبيرة. وختمت صريحة دياله على حاكيمي مدافع يحط بحال ذك كوفرات اللي اعطيت صحة. وبنسبة شنو قال على الزياش. عندما ترى استبعاد لاعب تشلسي حاكيم زياش تعرف قيمة المدرب والمنتخب والاسلوب الذي يفريده. اللاعبون دائما يحبون ان يكونوا اكتر راحة داخل المنتخب. لكن مع الوحيد يجب ان تتعدب لضمار مكانك. اشبه لكم في شنو قال الدولي السابق ونجم الكورة التونسية العربي الجابر على الزياش وعلى حاكيمي. كتمنى حاكيمي تقلق ضد مصر بالخصوص. بحيث تخيف منوحات القادية. ماصينا وصلاح بحيث تحكي لاعب على الجناح ايمن. وبالتالي ستكون مواجهة. كما عارف الماصينا عنده بعد اخطاء. وقدر يستغلى لاعب ايفربول. لكن بجيت حاكيمي. وكتمنى واهزم الضاير الايصر للفريق لمنتخب المصري. هذا ما كان اخوت اشبه لكم في كلام دياله. اشتركوا في القناة.